السلام عليكم مشاهدنا الكرام. مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة الطاقس بالمغرب. ان شاء الله سنقدم لكم الحلالة الجوية بالمغرب بابتداء من يوم غدا الاتنين تساعة وعشرين ايوليوز الفين واربعة وعشرين. ونقبل الاختفة التباصيل لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك في القناة وشكرا لكم. ويتوقع استمرار الرياح اللقوية وانخباض في درجة الحارة اخواني كرام مع رياح قوية على مناطق سكورة مداز وافران والماسة وخنيفرا وميسور وميدلت وتنفيت. وقد تصل سرعة هذه الرياح اخواني الكرام الى ازياد من تمانون كيلومتر في الساعة وبعد مناطق قد تصل الى مائة كيلومتر على مناطق تباينشة. وكذلك اوكيم دون انظمي زيمنشان وترياح قوية على كذلك ديزنيت وورزازات وكذلك مناطق الجنوب الشرقي مرزوقة والراشدية. وكذلك وتطلحاج وبعرفة. رياح قوية قد تعرف كذلك تطاير الغبار. ورياح قوية على مناطق اقصى الشمال المملكة على سبتة وتتوان والطنجة والحسيمة. يتوقع باذن الله استمرار دي الرياح القوية على العديد من المناطق المملكة خلال فترة الليلية. اخواني كرام والمسائية كما تشاهدون العديد من المناطق المملكة قد تصل حتى مناطق الرباط والجديدة وفاس وكذلك خريبقة. وقليم جنوبية المملكة ستعرف كذلك رياح قوية. ومن المتوقع ان شاء الله تكونات عواصف ربما رعدية قوية محليا على المناطق الجهة الشرقية وكذلك مرتفعة الريف. ويتوقع يوم التلتاء ان تبقى الاجواء كذلك غير مستقرة بعض العواصف الرعدية والرياح القوية. ومن المتوقع كذلك استمرار الخفاظ في درجات الحرارة محتمالة. ربما ان شاء الله خلال توقعات الايام القادمة تشاهدون. وبداية من شهر ثمانية يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس والجمعة بحول الله. لكن عموما ستبقى الاجواء مستقرة الى قد تتعب بدون تغيير كبير مع الرياح القوية. وتقسم وتقلب بعواصف الرعدية. ان شاء الله بالنسبة للايام البعيدة المدى تشير للاقتراب باجابها ممتع. سنرى اذا كان ستدخل الى منك خلال الايام القادمة.